أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حجم الاستثمارات في سهاج منذ 2014 بلغ 102 مليار جنيه وفي كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سهاج أشار مدبولي إلى أن تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية إن حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في محافظات السعيد على مدار السبع سنوات الماضية بلغ 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليون جنيه اللي الدولة المصرية استثمرتهم أو لسه بيتنفزوا النهاردة على مستوى الجمهورية يعني ببساطة تقريباً ربع حجم الاستثمارات الكلية اللي الدولة المصرية أنفقتها جيل محافظات السعيد لو حبيت أركز على محافظة سهاج اللي احنا كلنا النهاردة سعداء بوجودنا على أرضها الحقيقة فاندم إن حجم الاستثمارات المنفزة واللي جاري إنهائها في محافظة سهاج اعتباراً من منتصف 2014 لحتى ديسمبر 2022 تجاوز 102 مليار جنيه في الست محاور الرئيسية اللي قدام حضراء سواء الصناعة سواء النقل والمواصلات الخدمات التعليمية الخدمات الصحية الإسكان والمرافق الأساسية والحماية الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر